نتواجد الآن في خطوط التماس الأولى لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتحديدا في مستشفى الكندي هذا المستشفى الذي تم تحريره بالأمس من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أيضا تلاحظون هذا المعسكر معسكر التشريفات الذي باتق بقوسيني أو أدنى من التحرير خصوصا بعد فرض قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حصارا خانقا على الميليشيات الانقلابية المتمركزة في الأجزاء الأخيرة منه أيضا تلاحظون مبنى القصر الجمهوري الذي لا زالت تتمركز فيه عناصر الميليشيات الانقلابية والذي ستنتقل إليه المعركة مباشرة بعد عملية التحرير الذي تعد لها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لمعسكر التشريفات أيضا تلاحظون تبة سوفتيل هذه التبة التي لا زالت تتمركز فيها من دفعية الميليشيات الانقلابية التي تقوم بقصف الأحياء السكنية بشكل مستمر وباتت قريبة جدا من عمليات التحرير الذي تعد لها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مواجهات عنيفة تشهدها هذه المناطق من وقت إلى آخر بعد تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وعمليات التحرير التي قامت بها لهذه المباني المجاورة التي كانت تتمركز فيها قناصات الميليشيات الانقلابية خطوات عسكرية تقوم بها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أجل استكمال عملية تحرير معسكر التشريفات والعمل على تحرير المدينة أيضا بشكل كامل من عناصر الميليشيات الانقلابية حمزة أمين قناة بلقيس من الجهة الشرقية لمدينة تعز